سمعت أو لا؟ Vega سمعت عن الجزء الثاني من ردود الأفعال الغاضبة من الشارع الرياضي من الإعلاميين من الرياضيين من الجمهور حول حركة زكريا هساوي ضد فيصل الغامدي أو لا؟ أطلاق75808080807 تتكلمنا حول هذا الموضوع في حلقتين بحلقة تكلمنا بالتفصيل، والحلقة التي قبل هذه كانت الجزء الأول إلى ردود الأفعال الغاضبة وهذا الجزء الثاني 248080 Bird in star wars إذا أنك تابعت، أنت تارح، أن تابعه هناك في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. بعدين تعال شوف ردود الأفعال هنا ولا تنساني من اللايك والفولو. النادي كبير. نادي الهل عنده اسس. نادي الهل اللي يبغى لاعب محترف عنده صفات اوروبية عنده عقل ممتاز يعرف يتعامل مع اللعبين. انت لا تعامل لا عقلية ودائما مشاكل. ليش اللي تبغى? يا ابوه هلعب كورة. احمد ربك انت تلعب النادي الاتحاد. والله هادي نعمة كبيرة واقسم بالله. قدر النعم. لا تنفس النعمة. والله العظيم. اسمع الكلام زكريا. ما لكم ما للهرد. لا يبلفوق على الحارة. لا اخو مالو. وقع كلنا امسفنا لقطة زكريا ولقطة الغامضي في مبارة الاهلي والاتحاد. لما زكريا انقضعت من الكورجة تهجم خطر على الاتحاد. راح الغامضي يحييه وقل له ما عليه. يعني كني حمسة. ورجال ما يبغي صافحة. يعني كني الغامض والغلطان. انا ما احب ابد هذي العقلية. بدات من الفريق لي زي كده في مباريات حماسية زي كده. لازم تكون على قلب واحد. وعلى يد واحدة. سالف انك انت غلطان. ما هتي بتصافح الرجال. لو واحد ثاني رجال كان جاء يعني ما ودي اتكلم بس. فالعقلية هذه ابد ابد ما تنفع. ترى كلنا زعلانين من الحركات الطفولية اللي بيسويها الادمي هذا. لكن ما نروح ونكتب في كل مكان اطرد اللاعب. فيه ادارة وفيه مسؤولين بيعرفوا يتعاملوا مع الشكليات هذه. والادمي باقي صغير. عمره ما يتجاوز العشرين سنة. اتوقع منه اي حاجة يسويها. اتوقع. عشان صورة نزلها وارغي حساب النادي مسوي له الليلة. يا اخي نهده شوية يا اخي. تبغى سيناريو سعود عبد الحميد تكرر صح? قول ايوه. مسوي انك تكابر في البداية لما نراح سعود. الان ما عرفت مرارتها لما نراح سعود. عرفت المرارة وعرفت قد ايش? احنا فقدنا سعود. نعرف احنا انه ما فيه لاعب اكبر من النادي. وما فيه لاعب يشوف نفسه على النادي. لكن هذا ورع باقي. صغير. فيه النادي وتكتب لي مدريه. معاكم كلام زي الخلق اتكلموا. ما معاكم سدولي حلقكم بالله. خلال مباراة الاتحاد امام الاهل المصري انتشرت حركة من زكريا هوساوي تجاه زميل الفيصل الغامدي. وهي صراحة سلوك سيء جدا من زكريا هوساوي تجاه فيصل. ولو كان ما هو فيصل لو كان لأي لاعب هذا التصرف سواء في الاتحاد او غير الاتحاد هو تصرف سيء واعتقد انه يستوجب من زكريا هوساوي الاعتدار من زميله الاعتدار من اداره من زملاء اللاعبين ايضا لجمهور الاتحاد اللي ما كان ينتظر مثل هذا التصرف باتجاه فيصل الغامدي وبالتحديد فيصل اللي يقدم مستويات كبيرة ويعتبر لاعب جديد على المجموعة. بالمناسبة لو ننظر للموضوع بعيد عن تصرف زكريا هوساوي ترى زكريا لاعب يملك امكانيات كبيرة جدا وصغير سن. ودافعنا عنه بعد مباراة الشباب اللي انطرد فيها اواخر الموسم الماضي. واللاعب هذا مهيئ انه يكون واحد من افضل الابهرة في السعودية خلال العشر مواسم المقبلة. ترى اللقات زكريا لمثل هذه التصرفات مع تقديره للعاملين الادارين في بريق الاتحاد ضعف العمل الاداري. لو كان فيه اداري قوي شخصية في الاتحاد ما شفنا هذه التصرفات من زكريا. كذلك ما شفنا التصرفات اللي يقال انها خرجت او بدرت من عبدالرحمن العبود خلال الفترة اللي هي فترة كأس العالم بالاندية. الاتحاد من ضمن مرحلة التصحيح المنتظرة مع تقدير يا كرر للزمل العاملين الاداريين في فريق الاتحاد يحتاج الاتفاة كبيرة جدا فيما يخص اختيار شخصية رياضية قيادية تضبط الامور الادارية كل فريق الاول. زكريا وسوا يا ماما اشبك اش اللي تجاهل كل ما يزوجك فليس كل شيء استحق الاهتمام. يا ماما دقيقة حبة حبة استوعب انه انت اللي تغيب عن التماريد استوعب انه انت اللي قاعد تسحب رجليلك في الملعب استوعب انه في مباريات الحسم اللي صدق كنا محتاجينك سوات حركة طفولية واستبعت ستة مباريات. زكريا انت لازم تستوعب كل الاخطاء اللي انت قاعد تسويها. لا تحاسب على ردات الفعل. والفعل بدر من عندك. الصدق زكريا هو سوي يبقى النادي وانه هذي بس مجرد مشاكل يعني مو حاط باله انه يبقى يخرج من الاتحاد وشي زي كده. والله العظيم انه مكسب كبير للاتحاد. اللاعب عنده امكانيات وحيمسك خانج يمكي لسنين قدام. فيا انمار الحايلي اتمنى انه انت انت مدير مدير في الاتحاد انت ماسك اداره. حل المشاكل. لا تسيبها تخرج برا حلها خلاص. امسك اللاعبه روح له بيته. غاب من التمارين يوم روح له بيته. اوصل لهذه المرحلة. لا تنشروا غسيلكم قدام النار. وصدق يا اخي ارحمون يا يا نمو اذا الاتحاد ما نكد علينا. تقوموا انت اللاعبه تنكد علينا. ترى المتضرر احنا الجمهور. استوعبوا. والله اصدت انبسط على الويكيند اللي يجيو ما فيه المباريات ولا فيه توقف ولا اي شي. انبسط. خلاص. الاسبوع ده ارتاح اخرج. اروح اجي. ده حل الاتحاد ما ينكد علينا يقوموا اللاعبه يسوي حركات. اعقلوا اعقلوا. بعيدا عن ادارتنا اللي كل مشاكلها على السيشل ميديا. حرفين كل مشاكل النادي على السيشل ميديا. بتلاقيهم يدقوا بالهرج. في السينابات ولا في الانستجرام ولا في التويتر. ورب البيت احنا الحريم بطل ندق في الهرج. عندي شي اروح اقوله في الوجه خاص احلوا بيني وبان الشخص. لاش لازم لاش لازم ادق في الهرج. لاش لازم انشر كل شي. حلوا الاشياء في النادي. زكريا برضو انت اذا تبت سوي نفس حركات عبداليلال مالكي وسعيد عبدالحبيد خاص. روح بهدوء. يعني لا. حتى عمني. صرت افكر في اشياء وارسم سيناريوهات وحلل في السينابات وحلل في التغريدات. الموضاع يتعب. خلاص. استاذ انمر الحايل امسك زكريا وساوي. وادخلوا على المكتب. وحلوا المشاكل. حلوا مشكلتكم وتفقوا ووصلوا الى الحل. اللاعب يبا النادي يبا. ما يبا. الله يسر عليه. يعني مو نازم احنا نجي نعلمكم كيف تحلوا المشاكل. وزكريا وساوي. جالس يتمشى في الملعب. يزحلق له. فيصل الغامض جايد. يبا يرفع من معنوياته فوق لا. انا. يا حبيبي. ما في احد اكبر من النادي. ما ليش يا زكريا. الشي ده حطوا على جنب. كوارا جنان تكرنا حطوا على جنب. فوق مخك. قسم بالله ما بازع للحال. يقسم بالله. شوف زكريا. كورا انقطعت منه. والرجال في الخلف ما قصر. لكن الشي الغريب. شوف. شوف الماكي. جاي يسلم على زكريا يقول له قد. الروح القرينتي يبغى يتحمس. يلعب ما يفقد الشخف. ما رد عليه. ما يسلم. صفه. الجاهلو يا اخوان. انت يا زكريا يشبخ زكريا. انت ترى جاي من احد. ما انت جاي من اليوفي. ما انت جاي من اسباني. يا شخص صحة الله يقرفك اشارك. هي كلها اللي عندك ثلاثة مراوح وما تراوق احد. اخيرا الامبرة دي. اتأكد مية في المية. انه زكريا هو ساوي عقل وصغير. لاعب كورة. بس مو لاعب محترف. ترى فيه فرق بين لاعب كورة ولاعب محترف. لاعب الكورة ده يعرف يسوي مهارات ويعرف يسوي ويفعل. لاعب في حارة. لاعب هاوي. بالأصح. اما انه لاعب محترف هاجي صعب. الاحتراف ترى صعب. الاحتراف يعني انت تحترم مدربك. تحترم التشكيلة. تحترم كل شيء. تسمع تعليمات المدرب. يعني حياتك تكون احترافية. حياتك كاملة. كاملة. تتقبل الكلام. تتقبل النقد. تشوف ان تغلط. تسمع احد يقول لك انت غلطان تسمع. مو انك يا موية لما راح يقول لك انت غلطان. تهمي شو. مدرب يكلمك تهمي. لا حبيبي انت ايش انت ها ها ها. قالوا قالوا قالوا. قالوا. زكريا. كده غلط. كده غلط. من السنة اللي فاتفة حولا نقول لك غلط. والسنة تتغير المدرب وجينة وبرضو انت نفسها غلط. ليش طيب? ليش تسويه نفسك ذا كده? العقلية اللي انت فيها دي ما حتنجح. والله العظيم يا شخ لو رحت ووقعت مع ليفربول. بالعقلية دي التكرنة والترفعك والمشي يا. اوهي. والله الهيابة ما تنفعك. والله ما تنفعك. جماعة الخير. هذا لاعب هاوي. احنا نحتاج ضهير يسار. اصراحة. وجه الله على غطاء. يشوف له حال في نفسه. ولا يقول يا بوي انا ما اعرف العب. خلاص. سيبوني. جاء شفت زكريا هوساوي طال عن المباراة يقول طبيعي جدا. لاعب صغير بالعمر. لكن ما شفت فيسال الغامدي ما شاء الله تبارك الله. عمر صغير وقاعد يحم يحفز اه فبينه يحفز كانت. يحفز كادش يا رجل. كادش اللي مره بتجارب الاتفاق والهلال. وحقك كاس آسيا مع الهلال. ووصل العالمية في قطر مع الهلال. شوف فيسال الغامدي قاعد يحفزه. زكريا هوساوي طال عن المباراة وفوق كذا يحفزك خويك. يحفزك فيسال الغامدي اللي نفس عمرك ممكن بتقبل وعارف وجهة نظرك وعارف وضعك. تجي تزبد له وتتشر لك قدام الجمهور وتطيح معنوياته بعد. تكسر قدام الجمهور ستين الف. يعني انا ما ادري والله عظيم. فبكل امانة العقلية هذه انا اتمنى انها تتغير. لكن من الواضح انها مرح تتغير. زكريا هوساوي الموسم الماضي غاب خمس مباريات نهاية الدوري. بسبب الله يكرمكم البسقة للاعب هذه الشباب. حسب ذاكرتي اذا كانت خلطانة او لا. لكن ان هذا يعتبر درس مفروض التعلم خمس مباريات رواجت. يعني شهر وشوي. ويوم حسم. فالحين مفروض وفوق كذا هدي كاس عالم يا رجل. كاس عالم. انا لو لعب كاس عالم علي. ما خليني ساك تكفى. والله العظيم قهر. والله اني قاعد اقول لك قهر. فزكريا هوساوي قاعد ضييع مستقبلك بيدك انت صغير بالعمر وقاعد تبيل الناس بمبارية الحسم انك لاعب ما يهمك شي. تسوي اللي تبعه. فالله يصلحك ويهديك يا زكريا.